السلام عليكم مرحبا بكم معي في وصفات جديدة على قناة صفاء ديليس اليوم ان شاء الله سنحضر معكم ثلاثة وصفات بإندومي سهلة سريعة والأهم كجيل جيدة في الوصفة الأولى سنحضر معكم إندومي بالخضر الوصفة الثانية إندومي على طريقة البايلة بفواكه البحر والخضر والوصفة الثالثة سنحضر معكم إندومي بالسلسل بيضاء والدجاج اللي مشوي كنتمنى أنكم تجربوهم لأنهم أكيد سيعجبوكم إذا كنتم تجربو القناة لأول مرة لا تجربوها بالاشتراك ندوز معكم مباشرة لطريقة تحضير الوصفة الأولى سنحتاج لها خضر لمقطعين شرائح طويلة هنا استعملت بصل فلفل ألوان حبة من الجازر وحبة من القرع الأخضر سنستعمل الخضر اللي توفروا عندكم أو اللي كتفضلوا وسنحتاج جوج أكياس من إندومي بنكهة الخضر فأول شي سنأخذ مقلات ساخنة وضعت فيها القليل من زيت سيتون البصل ونجعل هذا البصل حتى يتشحر أو يدبال شوية من بعد ما يتشحر لنا هذا البصل سنضيفوني فلفل ألوان سنحركهم مزيان مع بعض ونجعلهم بضع دقائق حتى يتشحر ليه شوية هذا البصل من بعد سنضيف باقي الخضر عندي هنا القرع الأخضر وعندي الجازر من يمقطعين رقيق بزاف يعني بهالطريقة ما كيحتاجوش وقت طويل أنهم يطيبوا فغادي نحركهم هكذا مع بعض ونجعلهم بضع دقائق حتى يطيبوا لنا شوية من بعد فكنا أخذ كاشرول وضعت فيه ماء ساخنة ولا ماء مغلة غادي نوضع جوج أكياس من عندهم بنكهة الخضر وغادي نخليهم كيتسلقوا مدة ثلاث دقائق فقط هنا بالنسبة للكمية فكتبقى على حسب عدد الأفراد أنا هنا استعملت يعني جوج أكياس فقط كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب عدد الأفراد بالنسبة التوابل للإندومي غادي نوضعهم مع الخضر فهنا ما تحتاجوش أنا كم نضيفوا يعني توابل أخرى يعني لا ملح لوالون لأنه هالتوابل فيها كل شيء فكنحرك الخضر مزيان مع بعض ما هالتوابل ومن بعد ما كتدوزليها ثلاث دقائق كتكون إندومي تلقات فغادي ناخدها نصفيها وغادي نوضعها مباشرة مع الخضر كيبقى لي أغير نحركهم مزيان مع بعض باش كيس أخد لي هذيك تسبيلة ديال الخضر وكن قدموهم مباشرة وهم ساخنين فكنزينوهم على حسب الرغبة أنا هنا زينتهم بالقديل من سمسم أو لزنجلان وكن قدموهم مباشرة كنتمنى أن الوصفتنا الإعجابكم أتجربوها إندومي بالخضر طريقة سريعة ولديدة وأكيد غادي تعجبكم وتعجب حتى ولداتكم والآن فغادي ندوز معكم مباشرة الوصفة الثانية اللي هي إندومي على طريقة البايلة فبالنسبة المكونات غادي نحتاجوا حبة من البصل الصغيرة مقطعة مكعبات صغيرة غادي نحتاج فلفل ألوان عندي الأقدر الأصفر والأحمر مقطعين مكعبات عندي القليل من جلبانة وعندي حبة من الجزر مقطعة مكعبات صغيرة فواكي البحر على حسب الرغبة غادي نحتاج أكياس من إندومي بنكهة الكوفيت كسبقة الكيمياء على حسب الرغبة فهدوما المكونات اللي غادي نحتاجوا أول شيء غادي ناخد مقلات نوضع فيها القليل من زيت سيتون مقلات ساخنة غادي نوضع البصل وغادي نخليه بدع دقائق حتى كيتشحر من بعد ما كيتشحر البصل فكنضيف لي فلفل ألوان كنحركه مع بعض وغادي نضيف ليهم باقي الخضر عندي جلبانة وعندي حبة من الجزر مقطعة مكعبات صغيرة كيف كتلاحظو معايا فالآن غادي نغطي عليهم وغادي نخلي هاد الخضر حتى كي يطيبوا يمكن لكم ضيفوا ليهم القليل من الماء باش ما كيتحرقوش لكم هاد الخضر وكتخليهم حتى كي يطيبوا كيكون هادو الشكل ديالهم هنا غادي نزول كيمياء من هاد الخضر باش غادي نخليها من فوق غادي نزين بيها غادي نضيف ليهم ماء ساخنة او لماء مغلة يعني القياس فين غادي نطيب ليها اندومي غادي نضيف توابل اندومي على حسب عدد الاكياس اللي استعملتوا انا هنا استعمل ثلاث اكياس وغادي نضيف هنا ثلاث اكياس ديال اندومي بنكهة الكوفيت غادي نوضعهم بهات الشكل وغادي نغطي عليهم ونخليهم ثلاث دقائق باش كي يطيبوا ليها فايمكن لكم من بعد ما كدوس قريبا دقيقتين كتقلبوا اندومي من جهة الاخرى وكتكون تابت هدا وشكل ديالها غادي نوضع الخضر اللي زولت في الاول باش غادي نزين بيها وغادي نزين ايضا فواكه البحر فهنا شحرتهم شوية في مقلاس مع القليل من زيت زيتون او للزبدة والقليل من الملح الابزار وكتزينوا بهم هكدا من فوق غادي نزين ايضا بكوفيت اللي خليتوا بهذا الشكل وتزين اكيد كيبقى على حسب الرغبة يمكن لكم توضعوا سمك ابيض يعني تحروف مقلات وزينوا به ايضا زينت بالقليل من بعد نوص لنقطع وقطع من الحامض وكتكون ها ديال بايلة ديال اندومي طريقة سهلة وكتزين ديدة ايضا كنتمنى انكم تجربوها والان فغادي نزم معاكم الوصفة الثالثة اللي هي اندومي بسلسل بيضاء وبدجاج لم شوي غادي نحتاج اندومي بنكس الدجاج هاد المرة عدد الاكياس على حسب الرغبة غادي نحتاج حبة صغيرة من البصل قطعة مكعبات صغيرة فطر طاري او لفطر معلب قطع من صدر الدجاج او لصدر ديكرومي عندي نصف لتر من الحليب ملعقة كبيرة من زبدة ملعقة كبيرة من دقيق فهدو ما المكونات اللي غادي نحتاج ندوز معاكم على بركة الله لطريقة التحضير فغادي ناخد مقلات ساخنة نوضع فيها القليل من زيت زيتون غادي نوضع البصل وغادي نخلي هاد البصل حتى كيتشحر ليه مزيان او لكي ياخد هكذا لون ذهابي من بعد غادي نضيف ليه الفتر انا هنا استعملت غير المعلب ما كانش عندي فتر طاري الا توفر عندكم الفتر طاري فيكون احسن بالنسبة للتجاج فكنا اخد هكذا قطع من صدر التجاج ان يمكن لكم تعودوه بصدر ديكرومي ونفع غادي نديرو ليهم واحدة تسبيلة سهلة يعني القليل من الملح القليل من فلفل احمر او لط حمارة وغادي ندير القليل من فلفل حار او للسودانية اللي ما كيبغيش الحار يمكنه ما يستعملهاش غادي نقلبها لجهة الاخرى وبنفس طريقة فكنتبلوها غادي ناخد المقلات هكذا ليه لشكل شواية او لا تستعملو غير مقلات عادية وضعت فيها القليل من زيت زيتون مقلات ساخنة وغادي نوضع هاد القطاع ديال صدر الدجاج ونخليهم يعني حتى كي تشووني على الجهة الاولى من بعد غادي نقلبهم على الجهة التانية في كسره الاخر غادي نوضع السبدة وغادي نخليها حتى كالتوب هنا استعملت ملعقة كبيرة يعني مملوقة من السبدة من بعد مدابس غادي نضيف لها ملعقة كبيرة ايضا مملوقة من الدقيق كنحركهم زيان مع بعض بها الطريقة من بعد فكبقى كنضيف الحليب بالتدريج وانا كنحرك باش هاد سلسلة البشاميل يعني ما كتشكلش ليه كويرات فكنضيف الحليب شوية بشوية حتى كنكمل الكيمية كاملة ديال الحليب كم قام سا مرة في التحريك على نار يعني مهيلة حتى كتقالي هاد سلسلة البشاميل من بعد كنضيف ليهم اكياس ديل توابي الاندومي هنا اضفت جوج اكياس يعني هاد الكيمية بالنسبة لجوج اكياس ديل توابي الاندومي هنا اللي بابغاش يستعمل سلسلة البشاميل وتوفرات عنده الكريمة كريمة ديال الطبخ يمكن له يستعملها في كسروا الاخر وضعت ماء مغلاء او لساخن سنوضع اندومي ونخليها تطلق مدة 3 دقائق بالنسبة للدجاج من بعد ما كيتشوا فكي ياخدين هكذا لون محمر إلا بغيتوا الدجاج ما ينشفش ليكم في الطياب دياله فيمكن لكم تغطيوه بشي حاجة هكذا يعني الدجاج مليكي طيب ما يجيكم ش ناشف او لقاسح بالنسبة للبصل وشامبينيون او لفتر فكي يكون هدو الشكل دياله غادي نضيف لهم هكذا مباشرة سلسلة البشاميل اللي حضرت هنا كيف قلت ليكم اللي بغي يستعمل كريمة الطبخ يمكنه يستعملها فكي نحركهم مزيان مع بعض والآن غادي نضيف لهم اندومي غادي نصفيها ونضيفها هكذا مباشرة بالنسبة للاندومي فما تخليوهاش كتطلق مدة طويلة اني 3 دقائق راها كافية إلا خليتوها كتطلق مدة طويلة فيمكن ليها تعجل لكم فكي نحركوهم مع بعض بها الطريقة وكي نقضبوهم من بعد مباشرة باش ما كتنشفش لنا هاد اندومي او لكي تعجل لنا فكي نقدموهم في الاطباق النهائية كنزينوهم بهذا كدجاج لمحمر قطعتو هكذا قطع وبالصحة والراحة كتمنى انا وصفات اللي حضرت معكم منها وإعجابكم وتجربوهم لكنتو كتزروا قناة الاول مرة ما تبخلوش عليها بالاشراك وتفعلوز الجرس وإعجابكم في فيديو اليوم ما ما تنسوا اشتروا لي يا جيمت بارتاجوا الفيديو مع أصدقائكم ما بقى ليه غير نقول لكم تلقى في فيديو جديد وصفات جديدة إن شاء الله خليتكم على خير